ياكم الله مجي متابع قناة مغداد الجديدة طبعا من أهم الأمور اللي لازم نفهمها في البرمجة هي اللوجيك أوبرايشن لأن ما أقول لك كل الدرس لا كل الدروس القادمة راح تعتمد على هذا الدرس إذا تأكد أنه تفهم هذا الدرس جيدا طبعا حتى أبدأ بالعمل راح أكون لك فايل جديد وهذا الفايل يسمي كاتلين ويسمي لوجيك أوبرايشن أوكي وأعمل لك رييت تأكد أنه كون فقط المين فاكشن هاي الدالة لحتاجها دعني هذا أزيله بهذا الشكل طبعا بما أنه الديزاين بهذا الشكل دعني يقلل بما شي جيم طبعا إيش هو اللوجيك أوبرايشن اللوجيك أوبرايشن بالبداية خلنا فما هو البوليون وبعدها نشرح لك على اللوجيك البوليون هو المتغير اللي يحتوي قيمتين أما true أو false يعني هو الإجابة لسؤال معين هل أنت متزوج تقول أما نعم أو لا فلو عرف أنه متغير سمي نائز مرد أوكي وهذا إيش يتوقع القيمة الخاصة به ممكن يكون true يعني نعم متزوج بهذا الشكل true تنكتب أو يكون false يعني غير متزوج هذا النعم البعاد يسمى إيش يسمى بوليون اللوجيك أوبرايشن بالبداية عملت لأ print اللي إز مرد يطلع يطبع لي أما true أنا إيش واضع بي false يطبع لي false أضع بي true يطلع عرضي true إذن المتغير اللي يحتوي على قيمة وحدة اللي هي أما تكون true أو تكون false يسمى بوليون فهذا الدافتياب الخاصة به بوليون تكون بهذا الشكل بوليون أول حرف capital بهذا الشكل إذن هذا نوع آخر من الدافتياب اللي راح نتعلمها في هذا الدرس إنه نوع المتغير بوليون لما نقول لك بوليون بمعنى هذا المتغير أما تضع بي كلمة true أو تضع في كلمة false ما يستر تضع في كلمة و أرقام يعني مثلا high أو what ever يعني ما يجوز ما مقبول ليش؟ إنه عرفت أنت بوليون فهنا راح نبدأ المنطقة الخاص بنا أو logical operation logical operation كما قلنا تكون هي قيمتين أما true أو false يعني إيش؟ يعني لوجيا تقلت لك هالي الثلاثة أكبر من اثنين؟ إيش تتوقع النتيجة true أو false؟ الثلاثة هي أكبر من اثنين؟ نعم ثلاثة أكبر من اثنين فالوجيكل كسؤال تقول true تقول هالي النتيجة هي true ثلاثة نعم هي أكبر من اثنين هالي الثلاثة أكبر أو تساوي من اثنين؟ نعم ثلاثة أكبر أو تساوي من اثنين ليه هي أكبر من اثنين؟ هذا شي ثاني ماذا أجلت لك هالي الثلاثة أصغر من اثنين؟ راح تقول لي لا الثلاثة مو أصغر من اثنين فالنتيجة هنا تقول لي false أنا أتوقع النتيجة false ليش؟ لأنه هي الثلاثة مو أصغر من اثنين هالي الثلاثة أصغر أو يساوي من اثنين؟ راح تد هل اصغر أصغر 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 أ ما أكتب كلمة يساوي وحده هذا يتساوي للنتيجة هذا يتساوي للمقارنة هل ثلاثة تساوي اثنيا لا أكيد ثلاثة ما تساوي اثنيا راح تقول لي false زين أوكي هل ثلاثة ما تساوي اثنيا لما إذا أكتب كلمة لا يساوي بالبرمج أكتبها بهذا الشكل علامة النفي يساوي فهل ثلاثة لا يساوي اثنيا نعم صحيح ثلاثة ما تساوي اثنيا فالنتيجة المفروضة تكون true فمن أهم الأمور اللي أنا علمتك يا الآن هي مجموعة منطق اللي هي أكبر أكبر أو يساوي أصغر أصغر أو يساوي يساوي لا يساوي فهذه تأخذ قيمتين وتقارنهم فتعيد لك نتيجتين أو نتيجة وحدة أما تعيد لك تقول لك أوكي النتيجة true أو تعيد لك يقول لك آسف النتيجة false هذا يسمى logic لكن دعنا ننطلق إلى مفهوم أعمق كثيرا يعني إيش لو جينا أنت هنا فتشي اسمه gates هاي وضعت لك يا أنا هنا logic gates البوابات المنطقية هناك ثلاث بوابات نستخدمها بالبرمجة لا رابعة لها and or not إحنا إيش قلنا قلنا إنه بالبداية قبل ما أنتقل and or not قلنا النتيجة بالبوليون أما تكون عندنا true أو تكون عندنا false مصحيح كلمة true تمثل بصفر أو واحد العفو وكلمة false تمثل بصفر فلو ترى هناك صفر صفر يعني إيش يعني يعني false false فخلينا فهم إيش هذا يسمى جدولي الحقيقة في البرمجة إيش يعني جدولي الحقيقة يعني أنا أقارن شيئين أقارن صفر مع صفر إذا كانت النتيجة false false دخلتم على and get النتيجة تكون false لأن قلنا الصفر يعني إيش يعني هل الثلاثة أكبر من عشرة تقول لي false مصحيح و هل عشرة أصغر من اثنيا تقول لي false صحيح نعم الشرطين false لو جدرت أضعهم بand في البرمجة الآن تمثل بهذا الشكل فهذا الجزء لو تشاهده إيش معناته هل النتيجة هذا النتيجة مات ثلاثة أكبر من عشرة لا النتيجة false مصحيح هل عشرة أصغر من اثنيا لا النتيجة false فfalس مع false لما يدخلوا على بوابة and اللي هي هذه البوابة لما يدخل ال-A هو false وال-B هو false حسب هذا جدول الحقيقة فالس فالس فالنتيجة تكون false يعني مفروض الـ output الآن يكون هنا false لنرى هلوة فعلا الـ output راح يكون لنا false أم هناك خطأ هذه أهم جدول الحقيقة راح نحققها false خلنا أخذ الثاني الحالة الثانية هي false true يعني نفترض أن هذا الجزء false أنا عندي false هذا الجزء هذا الجزء شكت كوننا true نفرض هل العشرة أكبر من اثنيا نعم true مصحيح نعم فلو جاي قلنا هذي الثلاثة أكبر من عشرة لا فالنتيجة false هل عشرة أكبر من اثنيا نعم النتيجة true فالترو على أنت ويا الفالس النتيجة ايش تكون صفر يعني false أوكي شي رائع نفت المفروض أيضا يعطيني هنا نتيجة false هذا أمور ثاني شي جميل ننتقل على الثالث اللي يقول لك true false يعني عملي عكسية يعني مفروض هذا الجزء من الشرق يكون true فدعنا نفرض هل العشرة أكبر من ثلاثة نعم true وهذا أقلبه لا أكثر وعطيني حصنة في النتيجة فالآن أوكي هل العشرة أكبر من ثلاثة نعم true هل العشرة أصغر من ثنيا لا false فأوكي عندي true false فالمفروض النتيجة ايش تكون false إذا دخلتهم بـ and gate لأن لو جاء تنفذت المفروض رح ينطيني false وهذا الشيء أيضا رائع هاي جدول الحقيقة الثالث الجزء الأخير والرابع اللي ممكن نستخدمه كثيرا true true يعني ثاناتهم true يعني أقول له أوكي هل الثلاثة أكبر هاي عشرة أكبر من ثلاثة true والعشرة أكبر من ثنيا أيضا true مصحيح لو جاء تنفذت المفروض أنا أقول له أوكي هذا الجزء هل العشرة أكبر من ثلاثة نعم true هل العشرة أكبر من ثنيا نعم true true لما ندخل على بوابة and النتيجة المفروضة تكون true وأنظر قال لي true فمن أهم الأمور اللازم تفهمها في الـ and gate كل الحالات تكون عندك false فقط لما ثنيناتهم يكونون true النتيجة تكون يساوينا true فهاي من أهم الأمور اللي ممكن استخدمها لتأكد هل أن الرقم ضمن الرينج معين أم لا يعني لو جاء تكتبت لك variable number يساوينا عشرة أريد أشوف هذا النمبر هل هو ضمن الرينج بين واحد ومية فالمفروض إيش يكون فالمفروض النمبر يكون أكبر أو يساوينا واحد والنمبر يكون أصغر أو يساوينا مية مصحيح فهذا الشرط يتحقق لي هل النمبر المدخل هو ضمن الرينج أم هو ليس ضمن الرينج هاي أبسط شيء ممكن استخدام الضابة الآن ليش؟ رح نقول ليش إذا كان عشرة فهل العشرة أكبر أو يساوينا واحد؟ true هل العشرة أصغر أو يساوينا؟ المفروض هذه مية أصغر أو يساوينا مية؟ نعم true فترو على true المفروض نتيجة true انظر true لو جاءنا أخذنا مية وواحد one o one وانفذنا المفروض يعطينا النتيجة false ليش؟ لأنه هل مية واحد أكبر من واحد؟ نعم true هل مية واحد أصغر من مية؟ لا false فترو على false وجهة حققتهم بالجدول هذا true وهذا false إيش توقع نتيجة المقابلة لهم؟ false فالنتيجة حقيقة طلعنا false إذن هذا الشيء اللي لازم تفهمه جيداً عن بوابة الآن وأدري أنا هل شرحت الطريقة عمري مشارحة في دروس سافقة لكن هو هذه الفكرة الصحيحة اللي فهم البوابات المنطقية انظر أبسط مثال قدرت أعطيكي أنه إذا تحقق من الرقم هل هو ضمن رينج معين أم لا استخدمت بوابة أنت لننتقل قليلاً إلى بوابة أخرى اللي هي or أوكي ال or إيش فكرتها؟ دعني أخذ لك هذا الجزء وأزيل لك هذا الجزء آخر طبعاً ال or تشبه الآن تقريباً لكن بها عدة شروط لما تكون true 0-0 يعني false false تكون false وكل بقية الحالات تكون true يعني عكس بوابة الآن بالتحديد لأنه الآن فقط لما واحد واحد تكون true والبقية كلها false فهنا أوكي خلني جوني تحقق عليهم واحد واحد المفروض هذا 0-0 مفروض 0 أوكي خلني أعتبر هل ناخد 0 يعني false هل الثلاثة أكبر من عشرة هاي false or لما سأخدم كلمة or بالبرمجة أكتب هاي علامتين واللي هي أضغط shift وأضغط مفتاح اللي اللي أسفل أسفل delete بالkeyboard اللي هي عبارة عن الشارحة ال pipe هي مو هذي تأكد معي هي مو هذي لا تضغط shift ودنفس المفتاح تحصل معدها هذا الشي فثلاثة أكبر من عشرة لا وأكتب على سين مثال خمسة أكبر من الثنيا أيضا لا فأنتيش تتوقع لو جتنفذت هذه على بوابة or تتقول أوكي تتقول لو جدنا ركزنا بهذه راح نقول أوكي هذا هل لجي ننفذنا دقيقة أنا أحصل على the road tool مرة أخرى لجي ننفذنا هل الثلاثة أكبر من عشرة لا false هل خمسة أكبر من الثنيا نعم true يعني مو هذا اللي أنا أريده المفروض يكون خمسة أصغر من الثنيا حيالله يفيدني بالمثال الأول فأوكي هل ثلاثة أكبر من عشرة false ثلاثة مو أكبر من عشرة هل خمسة أصغر من الثنيا false خمسة مو أصغر من الثنيا لما أدخلهم على or false مع false يعطيني false وأنظر أعطاني هو false هنا نأخذ الشر ثاني أقول لك false true يعني مفروض هذا الثاني واحد true فهذه الحالة لو ترى يقول لك هذه النتيجة تكون true لنرى هل فعلا هو أنطاني true فهذه النتيجة ثلاثة أكبر من عشرة false خمسة أكبر من الثنيا true نعم خمسة هي أكبر من الثنيا لما أدخلهم على or المفروض يعطيني true كما يقول لك هذا الشرط فنعم أطاني المفروض أنفذ صحيح خمسة أكبر من الثنيا true انظر أطاني true أوكي شي جميل نأخذ الشرط الثالث اللي هو true false مفروض true أوكي أقلب هذا بهذا الشكل وأقلب هذا بهذا الشكل فهذه الحالة ايش يتوقع النتيجة المفروض true ليش لأنه هل ثلاثة أكبر من عشرة نعم ثلاثة أكبر من عشرة true هل خمسة أكبر من الثنيا false false و true دخلوا على or gates المفروض يطلع عنا النتيجة true وفعلا هو قال لنا true واحد يعني true أوكي نأخذ الحالة الأخيرة اللي هي true true النتيجة true فنقول له أوكي هل الثلاثة أكبر من هذا وهذا هذا الشرطين المفروض true يعني ايش يعني هل الثلاثة عشرة أكبر من ثلاثة نعم true هل الخمسة أكبر من الثنيا true true على أن دوية true تعطي نتيجة true كما قال لك هذا true أطعنا true وهذا شي رائع ممكن تعطيني مثال على هذا الشيء ممكن أعطيك يعني يريد أن الشخص يريد الرقم تطبع لي الرقم إذا كان هو أكبر من اثنيا أو أكبر من عشرة فقل لك variable number يساوي أنه خمسة فقل لك أما number أكبر من اثنيا or number أكبر من عشرة راح تمر علينا حالات كثيرة مثل هذه أكثر يعني أما هذا الشرط أو هذا الشرط يتنفذ شو طبيعي جدا ننفذ راح يقول لي الخمسة هي أكبر من الثنيا أنا true والخمسة هي أصغر من عشرة false فالمفروض راح يطبع لي كلمة true ليش؟ لأنه هذا جزء true true false يعني هذه الحالة هذه الحالة true false الحالة الأخيرة هي النفي النفي هي مجرد تنفي يعني إذا أنطي true يعطيني false يعني بهذا الشكل وعطي false يعطيني true وخلاص يعني لو جيت كتبت لها variable إزمرت بهذا الشكل يساوي لنا false بهذا الشكل لو جيت كتبت لها أطبع ليها أكيد راح أطبع لي إزمرت اللي هي false لو جيت لك انفي ليها راح تقول له أوكي مجرد تضع علامة النفي أمامه أمامه أمام النفي يعني هو الكلمة الأساسية هي false لما أنفيها يعني أضع هاي العلامة قبلها المفروض يحول ليها لترو لو جيت اضغطت راح يقول لي يطبع لي كلمة true انظر هذه هي أوكي نفس الحالة لو كانت عندك كانت في أساسا true وجيت نفيتها راح يعطيك الكلمة false ليش؟ لأنه هاي إذا true تنفيها يعطيك كلمة false إذن هذي ببساطة logic gate ممكن تجميز أكثر من بوابة شي طبيعي جدا جدا يعني لو جيتنا قلنا variable number يساوينا 10 وتريد تطبع للرقم إذا كان بين واحد وعشرة أو بين خمسين إلى ثمانين تقول لي أوكي if إذا كان النمبر أكبر أو يساوينا واحد and النمبر أصغر أو يساوينا عشرة هاي الحالة حصلت بها النمبر بين الواحد والعشرة فأضحهم بين قاوسين مصحيح؟ نعم ثم أقول لor أخلز على أكثر مسطرة أقول للنمبر جيت أقول لها خمسين وسبعين على سبيل المثال أكبر أو يساوينا خمسين and النمبر أصغر أو يساوينا سبعين أوكي بهذا الشكل فإيش معناته هذا؟ لأنا إيش وزعت لأكثر مسطرة حتى يبين واضح بالنسبة لك هاي الفكرة هنا أكثر من بوابة منطقية طبيعي جدا عندك هذه كلها جمعت على بوابة and يعني إيش فكرة فكرة أنه هذا كله and بيناتهم وهذا كله and بيناتهم والمجمعه التين داخليين على or يعني لو جيت رسمتها يعني يأتي هذا الجزء وهذا الجزء يدخلون على and gate وجيت رسمت هذا الجزء وهذا الجزء يدخلون على and gate وثنيناتهم راح يدخلون على OR يعني ثنيناتهم راح يدخلون على بوابة OR يطلعوا للنتيجة العملية مو صعبة جدا خل نفهمها كيف انا رأيت لك تطبع لي الرقم اذا كان بين عش و بين واحد و عشرة او بين خمسين و سبعين فعشرة هو بين واحد و عشرة مو صحيح المفضل يطبع لي true ليش لانه هو بين واحد و عشرة true لو حطيت 15 راح يطبع لي false ليش لانه ليس ضمن هذا الرنج ليش راح نتحقق و نشوف ليش اعطانا false اوكي خلنتحقق هل خمسة اكبر من واحد نعم true هل خمسة اصغر من عشرة false true false لما يدخلون على and get ايش النتيجة false صحيح نتيجة هاي الصفحة هي false الان هذا هل an اكبر من خمسين false دين هي 15 هل an اصغر من 70 نعم true دين هي 15 اصغر من 70 true مع false على and get راح ينطينا false اوكي الان عندي false مع false دخلها و اثنينها تم على or gate شو راح ينطوني false اذا هذي هي الفكرة ليش طلعت انها false لما جيت قتلة اه المفروض 55 مفروض يعطيني 55 true ليش لان هي ضمن الرانج لكن كيف حصل ل true خلنا فهم هل ال an اكبر من واحد هل 55 اكبر من واحد نعم يعني المفروض هنا يطين true هل 55 اصغر من 10 false false مع true false خسب ال and get يعني هاي النتيجة النهائية مالتهم هي false اوكي نجعل هذا هل 55 اكبر من 50 true هل 55 اكبر من 70 نعم هي اصغر من 70 true يدخل على and get و هي true تعطيني نتيجة true الان اوكي عندي هاي النتيجة مع هاي النتيجة تيناتهم true مع false يدخلون على or gate المفروض true مع false على or gate يعطيني true فيعطاني true اذا هذي الفكرة اذا نفهم هاي اللوجيك gate سوف نستخدمها كثيرا شكرا لك وفي امان الله